أظهر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024 أن مملكة البحرين حققت ارتفاعاً كبيراً في نتيجة مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بنسبة بلغت 30.6% بالمقارنة مع عام 2018 تتمتع المرأة البحرينية بكافة حقوقها ومكتسباتها وهو ما أتاح لها الفرص العديدة في التميز محلياً وإقليمياً ودولياً في مختلف القطاعات حيث استطاعت المملكة تحقيق ارتفاعاً كبير لنتيجة مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بنسبة تجاوزت 30% حيث شهد محور الأجور ارتفاعاً كبيراً بين المحاور والذي بلغ نسبته 100% كما شهد محور مكان العمل ومحور المعاشات التقاعدية ارتفاعاً بنسبة 50% وكذلك محور الزواج شهد ارتفاعاً بنسبة 20% كما ارتفع محور ريادة الأعمال بنسبة 25% واستعرض التقرير آراء خبراء بشأن القوانين والتشريعات في الواقع العملي والأطور الدعمة والتي أفادت ببلوغ نتيجة مملكة البحرين في هذا البند 92.15% في العام الحالي وتشير نتائج التقرير الخاص بأراء الخبراء بحصول مملكة البحرين على نتيجة 100% في كل من محور إمكانية التنقل ومحور مكان العمل ومحور ريادة الأعمال ومحور الأصول ومحاور أخرى وتأتي نتائج هذا التقرير لتبرهن مرة أخرى هذا التمييز الذي أتى ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم والتي مكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى آل المراكز إلى جانب الدعم والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي ساهم في ترسيخ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في مجال تقدم المرأة البحرينية وتضافر جهود المجلس الأعلى للمرأة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي أثمرت عن دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين إضافة إلى دور المجتمع البحريني الكبير في تحقيق المرأة لمختلف الإنجازات إثر انفتاح المجتمع وتحضره ووعيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر